السلام عليكم عندنا رياضيات اول متوسط فكر صفحة 41 سؤال 10 مسألة مفتوحة رصفت ثلاث مكعبات بشكل متجاور طول كل منها 5 سنتيمتر طاما الشكل وما حجمه عندنا ثلاث مكعبات اذا اتجاورها واحدة بصفل يعني ارصفها يعني حطها بصف واحدة بصفل يعني ما ستشوفوها شلون ترتيبها هذا المكعب الاول هل ارسمه هنا المكعب الاول مكعب الاول مكعب وطور مكعب هذا خمسة نسعدنا بعض مكعب 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 هاي ثلاثة صار ثلاث مكعبات كل واحدة طولها خمسة هذي ارتفاع هاي والقائد زين من رصفتها وجاورتها واحدة صف اللوخ مكعب صف مكعب شنو صار شكله صار شكله متوازي سطوح من جماعة المكعبات صار شكله متوازي سطوح اذا شنو اطلع حجم منو وما حجمه حجم متوازي سطوح اذا شنو اقول شنو هذا الشكل هذا طلع شكله متوازي سطوح شكله متوازي السطوح نعم عدنا بما انو هي متراسة يعني متجاورة شنو شنو متجاورة يعني واحدة بصف اللخ اذا شنو جماعتها جماعتها جماعت مكعب بصف مكعب بصف مكعب بصف مكعب فجماعتها اذا شنو جامع اذا اضرب قصدي اجمع خمسة زائد خمسة زائد خمسة اذا شنو اقول اقول الطول الال الطول ايش قد يساوينا خمسة زائد خمسة زائد خمسة يعني شنو خمس ثلاث مكعبات جماعتها اذا في صف اللخط لعتليش قد خمسة عش عمينو هذا الال الطول زين عدنا الارتفاع الارتفاع هو ايش ارتفاع هو ايش اش قد الارتفاع خمسة كلها خمسة زين والعرض الو يعني العرض الو يعني عرض اش قد العرض خمسة زين هسا وما حجمه حجم مينو اطلع المكعب لو متوازي المستوازي السطوح لا اطلع حجم متوازي السطوح ماشي هس اقول القانون ما الحجم متوازي السطوح شنو اقول V V يعني حجم L في W في H يعني شنو الطول في العرض في الارتفاع هس احاولها الى ارقام شنو اقول اش قد الطول 15 في اش قد العرض والارتفاع خمسة والعرض خمسة اذا خمسة في خمسة اش قد راح يساوي لي ثلاثمية و خمسة و سبعين ها دقتها بالحاسبة ضربتها ثلاثمية و خمسة و سبعين كملنا هذا الحل كملنا هسا عدنا سؤال داعش سؤال داعش يقول لنا انتبهوا حلو هذا سؤال حلو سؤال داعش حس عددي يعني رادين عدد ايهما له تأثير اكبر على الحجم متوازي السطوح المستطيلة من اللي يؤثر عليها المضاعفة مساحة القاعدة اذا نضاعفها لو مضاعف الارتفاع اضاعف الارتفاع ولو القاعدة هسا اقول لكم اول شي لو كان ابعاد المتوازي لو كان ابعاد المتوازي اخلي نقول مثلا اولا هلوقت الاولى لو كان ابعاد المتوازي شنو ابعاد يعني اصول العرب لارتفاع اهم هاي ماته القاعدة فش رح اقول لكم ش رح اقول ابعاد لو كان ابعاد المتوازي المتوازي شقه مثل نطق رقم اربعة خمسة ستة زين فإن الحجم فإن الحجم فإن الحجم شلوح يسوي الحجم ما المتوازل سطوح V يساوينا ستة في خمسة في أربعة شقد يساوي لي مية وعشرين شنو هذا الحجم حجم متوازل سطوح صار مية وعشرين زين إذا مسحت القاعدة إذا شا أقول مسحت القاعدة أقول مسحت القاعدة مساحة القاعدة خمسة في ستة هالقاعدة القاعدة يعني الطول الطول والعرض القاعدة شقد تساوي لي هنا ثلاثين ثلاثين وبالسؤال قال مضاعفة شنو مضاعفة؟ يعني هذا عيدة مرتين أضاعفة مرتين شقد يصير ثلاثين؟ يصير ستين يذهب إلى شقد يصير ستين هاي كمنا ها هسا شنو أجي؟ أجي الارتفاع هسا نجي الارتفاع هسا كمنا كمنا الطول والعرض هسا أجي الارتفاع أربعة من هذا الأربعة في شقد في ستة في ستين في ستين يعني ستين هاي مجموع القاعدة القاعدة شنو القاعدة؟ القاعدة يعني الطول والعرض أضرب هين طلع ثلاثين بس أجي مضاعفة يعني شنو حطتها مرتين مضاعفتها طلع الستين هس شنو أقول اقول الارتفاع في القاعدة المجموع مال هالطلع شقد يساويلي؟ قد يساويلي؟ راح يساويلي بالحاسب ذكيتها طلع لي ميتين واربعين ميتين واربعين زين هاذا كمنا هسا شنو الثانية؟ مضاعفة الارتفاع شنو مضاعفة؟ يعني الارتفاع سوي مرتين انتبه علي بما أن يكون مضاعفة إذن أقول مضاعفة 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 الارتفاع مضاعفة الارتفاع إلى قانون هم ماتين قالوا يعني ما المتوازي هم أرجع الحجم كلمة الحجم؟ بالسؤال حجم متواز السطوح يعني شنو كايش بد الحجم؟ أقول V ساوي L VW W V H H تربيع تربيع يعني شنو الارتفاع؟ الارتفاع رادو مرتين الارتفاع رادو مرتين مضاعفة الارتفاع يعني شنو اله حجم الارتفاع أحط ثنين يعني مرتين حينقاد فأقول ستة ستة يعني هذا الطول في الـW في الـW العرض فيش قد ما أقول أربعة ما أقول أربعة الأبعاد ما أقول أربعة بالارتفاع لا أضاعف الارتفاع هيا مو أربعة سويها مرتين نصير ثمانية في ثمانية قد يساوي لي مئتين و أربعين ترابطها ثلاثة مئتين و أربعين هذا منو هذا هذا الحجم؟ إذا شنو معناتها؟ يبقى نفس الحجم يبقى نفس الحجم يبقى نفس الحجم ليش؟ لأن نفس الناتج ضعفت الارتفاع طلع علي مئتين و أربعين زين و ضعفت المساحة القاعدة إيش قد طلع علي مئتين و أربعين إذا نفس الحجم يعني نفس الحجم بالتأثير بالتأثير نفس التأثير و نفس الحجم إذا ضعفنا هم سواء شكرا